السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا جميعا بخير ان شاء الله دي المحاضرة الرابعة في مادة مشاكل في التحليل الاحصائي موضوعنا هو اختبارات الفروض الاحصائية يعني ايه فرض احصائي كلمة فرض احصائي معناها ان انا عندي ادعاء او اعتقاد معين بان معلمة المجتمع بتسوي كلمة معينة المعلمة في المجتمع بتسوي كلمة معينة واحد قبل جدا اتكلمنا ان المعلمة قد تكون متوسط او تكون نسبة وانا عايز اختبرها هل فعلا هي بتسوي كلمة دي ولا لا يبقى هنا المال مقصود بالفرض الاحصائي هو عبارة عن ادعاء او اعتقاد معين حول معلمة معلمات المجتمع متوسط او نسبة ويكون الهدف هو اختبار مدى صحة هذا الفرض او الادعاء لقدامنا ده مثال بيبسيط بيوضح لي الفكرة معناها يعني زي ايه فرضا لو انا عندي مثلا اعتقاد بيقول لي ان الطالب الجامعة في مصر بيقعد على وسائل التوسط الاجتماعي ثلاث ساعات في اليوم ده في المتوسط يبقى كده الاعتقاد ان المتوسط الظاهرة في المجتمع ثلاث ساعات تمام فانا عايز اختبر هي صحة ولا لا فطبعا مش هقدر ان انا اقسها على كل المجتمع من الطلبة فانا بسحب عينة من الطلبة دي وبعرف منهم كل واحد فيهم بياخذ كم ساعة في اليوم واخذ اجمع الساعات دي واسمها على عدد الطلبة بحصل على متوسط بقى ده متوسط العينة فبقى عندي كده المتوسط اللي هو بتاع الاعتقاد ثلاث ساعات وعندي متوسط لانا حسابته من العينة اجري بقى الاختبار الاحصاء ازاي ان انا بشوف الفرق بين المتوسطين دول هل هو فرق جوهري يخليني ارفض الاعتقاد ده او الفرد اللي تقالي قبل كده ولا فرق بسيط يخليني اقبل الفرد الايه او الاعتقاد القصلي تمام كده يا جماعة من الاختبارات فيه اختبار ربع بيساوي قيمة معينة وفي الحالة دي بعتاب دايما بحط شرط ان نون اكبر من او بتساوي 30 الخطوات بتاعتي عندي خمس خطوات اول خطوة بحدد الفرد الاصلي اللي هو اتش دوت برمز فيه المتوسط بالرمز ميو بقول ان ميو بتساوي قيمة معينة هنا بكتب الايه الاعتقاد او الاتعاق اللي تقالي في المثال اللي فات ده هكتب كده ان ميو بتساوي 3 هحدد بعد كده الفرد البديل ونكون فاهمين يعني ايه فرد بديل الفرد البديل ده هو اللي انا هقبله وقت ما ارفض الفرد الاصلي طيب انا هرفض الفرد الاصلي ده امتى قدامي 3 حالات اما ان الفرد البديل يكون لا يساوي القيمة المعينة دي سواء اقل او اكبر او ان الفرد البديل اكبر فقط من القيمة المعينة او ان الفرد البديل اقل فقط من القيمة المعينة دي يبقى على المثال البسيط اللي احنا قلناه من شوية الفرد البديل قد يكون ان ميو لا تساوي 3 او ميو اكبر من 3 او ميو اقل من 3 الخطوة اللي بعد كده بحدد مستوى المعنوية الفا وإذا لم تذكر بالتمليم بنفترض أنها 5% خطوة الرابعة أول قيمة يه المحسوبة دي عبارة عن كسر البسط بتاعه هو الفرق بين الكمتين اللي عندي قيمة اللي هي سين شرطة اللي هي المتوسط لحصول تعليم العينة وميو اللي هي الاعتقاد اللي عندي بقى بشوف الفرق بينهم وقسموا على الانحراف المعياري عين على جزر النون اللي هو حجم العين كل الرموز دي بالنسبة لنا معروفة الجديد الوحيد بالنسبة لنا ميو اللي هو متوسط المجتمع آخر خطوة بأخذ القرار بقى نهقبل ولا أرفض الفرض الأصلي ده أو الاعتقاد بتاعي بأخذ قيمة يه المحسوبة اللي أنا أوجدتها دي وأخذها قيمة مطلقة يعني أتجاهل الإشارة وقارنها بقيمة جدولية ليه دي من إحنا حفظينها وعرفينها لو كانت قيمة مطلقة لليه المحسوبة أقل من القيمة المطلقة ليه الجدولية فأنا كده بقبل الفرض الأصلي وإذا كانت القيمة المطلقة ليه المحسوبة أكبر من القيمة المطلقة ليه الجدولية بنرفض الفرض الأصلي بنقبل البديل طيب الجدول بالنسبة لقدامنا دوت في كل مستويات المعنوية وكل القيمة الجدولية ليه في حالة الاختبارات سواء كان اختبار زوجانبين يعني علامة لا يساوي أو اختبار زوجانب واحد يعني علامة أكبر من أو أقل منه إحنا هنركز على مستوى المعنوية 5% إحنا عارفين أن أشهر ثلاث معاملات ثقة 90 و95 و99% إحنا هنركز على 95% بيبقى فيها مستوى المعنوية 5% ويبقى فيها ايه الجدولية لو الفرض البديل عندي لا يساوي يعني اختبار زوجانبين يبقى ايه الجدولية واحد 96% ولو الفرض البديل عندي اختبار زوجانب واحد أكبر من أو أقل من يبقى ايه الجدولية بواحد واربعة وستين من مية نطبق الخطوات دي على مثال بيقول لي أوضحت إدارة أحد البنوك أن متوسط عدد ساعات العمل للموظف والمخطط له من قبل إدارة البنك يبلغ أربعين ساعة إزبوعيا وللتأكد من صحة ذلك تم سحب عينة عشوائية حجمها 64 موظف وجد أن متوسط ساعات العمل الإزبوعية 38 ساعة من حراف معياري أربعة ساعات هل هناك اختلاف جوهري بين متوسط عدد ساعات العمل الإزبوعية للموظف ومتوسط عدد ساعات العمل الإزبوعية المخطط له من قبل إدارة البنك والذي يبلغ أربعين ساعة أم لا أولا أن الوقت طالما بيسألك هل تقبل ولا لا أو هل هناك اختلاف جوهري ولا لا يعرف أن دي مسألة اختبارات فروط وبيكلم عن متوسط عدد ساعات يبقى ده فرض أن المتوسط للمجتمع بيساوي كيمة معين طيب يبهمش بالخطوة التي احنا قلناها قبل كده أول خطوة تحديد الفرض الأصلي أن ميو تساوي أربعين بكده كتبت الاعتقاد أو الإدعاء للمجتمع إدارة البنك أن المتوسط بيساوي أربعين سألني هل فيه اختلاف ولا لا محددش أكبر أو أقل فكده يبقى الفرض البديل أن ميو لا تساوي أربعين بعد كده حدد مستوى المعنوية وهنا ما ذكرش مستوى معنوية في التمليل فأنا أفترض أنه هو خمسة من مية طيب كده الاختبار بتاعي حددنا أنه هو زو كانبين ومستوى المعنوية خمسة من مية يبقى إذن يهي الجدولية بتساوي واحد ستة وتسعين من مية قاقيمة مطلقة أحسب بقى قيمة يهي المحسوبة عبارة عن سين شرطة نقص ميو على عين على جزر نون يبقى أقول 38 نقص 40 مقسومة على عين اللي هي 4 جزر تربيع 64 لحجم العينة ده يساوي سالب أربعة لو خدت سالب أربعة دي كقيمة مطلقة يعني تجهلت الإشارة بقيت أربعة وقارنها بالقيمة الجدولية ليه اللي هي واحد ستة وتسعين من مية هلاقي أن أربعة أكبر من واحد ستة وتسعين من مية ولو رجعنا للإصلايب بتاعت القرار اتفقنا إيه؟ إن لو وقيمة مطلقة ليه المحسوبة أكبر من وقيمة مطلقة ليه الجدولية في الحالة دي برفض الفرد الأصلي يعني بقوله لا معلش اللي اعتقاد اللي انت قلته أو الدعاء اللي انت قلته إن متوسط عدد ساعة العمل أربعين ساعة ده مش مظبوط متوسط عدد ساعة العمل بيختلف عن إيه؟ أربعين ساعة يعني بنا جدا رفضت الفرد الأصلي وقابلت الفرد البديل نشوف مثال كمان أوضحت إدارة الإنتاج بأحد المصانع أن متوسط إنتاجية العامل 1200 وحدة شهرياً فقامت إدارة المتابعة بسحب عينة عشوائية من 100 عامل وجد أن متوسط إنتاجية العامل 1191 وحدة بنحراف معيار يقدره 50 وحدة المطلوب اختبار ما إذا كان متوسط إنتاجية العامل بيختلف معنوياً عن 1200 وحدة أم لا وذلك بدرجة ثقة 95% طيب يبقى هنا قال لي هل هناك اختلاف بين الإنتاجية لقيتها إدارة المصنع وبين اللي وصلت لها إدارة المتابعة ولا كلمة هل هناك اختلاف يبقى هل هي أكبر أو أقل ما حدتش يبقى كده الإختبار ده إيه؟ زو جانبين أمشي بالخطوات بقى بتاعتي أول خطوة تحديد الفرد الأصلي هقوله أن ميو تساوي 1200 ده اللي قالته إقدرت الإنتاج بالمصنع تحديد الفرد البديل طالما أن الإختبار زو جانبين يبقى أقول أن ميو لا تساوي 1200 بعد كده هحدد لي مستوى المعنوية قال لي درجة صفقة 95% يبقى مستوى المعنوية المكمل بتاعها يبقى ألفا بتساوي 500 يبقى كده أقدر أحد ديها الجدولية بتساوي 1.96% كهيمة المطلقة بعد كده قيمتيها المحسوبة هقول سين شرطة ناقص ميو على عين على جزر النوم هعوض من البيانات تحت المسألة دارة المتابعة لما أخدت عينة من العمال لقيت المتوسطهم كام متوسط انتاجيتهم 1191 يبقى سين شرطة بـ 1191 ناقص ميو اللي هي متوسط المجتمع اللي هي اللي قالته قدرت المصنع اللي هي 1200 على 50 اللي هي الحراف المعياري عين على جزر نون جزر مية ده هيساوي سالب 1.8 من 10 لما أخد 1.8 من 10 كامة مطلقة هتجهل الإشارة وقارنها بـ 1.96 من 100 يبقى عشان أخليهم رقمين عشرين أخليها بدل 1.10 خليها 81 من 100 أقارن بـ 81 من 100 وـ 1.96 من 100 هلاقي إن 81 من 100 أقل من 1.96 من 100 إذن طالما أن قيمة مطلقة ليه المحسوبة أقل من قيمة مطلقة ليه الجدولية يبقى نقبل الفرد الأصلي أي أن متوسط إنتاجات العامل بتساوي 1200 وحدة شهريا أو لا تختلف عن 1200 وحدة شهريا تاني نوع من أنموعة اختبارات الفروض اختبار فرد النسبة في المجتمع بتساوي نسبة معينة نفس اللي إحنا قلناه في المتوسط هنقوله في النسبة بالضبط نفس الخطوات كل الاختلاف هيكون في قانون إيجاد يه المحسوبة يعني هنمشي بخطوات فرد الأصلي أن لام اللي هي النسبة في المجتمع بتساوي نسبة معينة الفرد البديل أن لام هتاخد أحد الثلاث صيخ دول يئما لام لا تساوي النسبة يئما لام أكبر من النسبة دي يئما لام أقل من النسبة دي بعد كده أحد المستوى المعنوية ويسكر يفترض أنه خمسة من مية بعد كده أوجد يه المحسوبة لخطوة رقم أربعة يه المحسوبة بتساوي لام هات ناقس لام على الجزر التربيعي للام في واحد ناقس لام على نون كل ده تحت الجزر التربيعي ويقفضه بنفس الطريقة إذا كانت القيمة المطلقة ليه المحسوبة أقل من القيمة المطلقة ليه الجدولية بأقبل الفرد الأصلي وإذا كانت القيمة المطلقة ليه المحسوبة أكبر من القيمة المطلقة ليه الجدولية برفض الفرد الأصلي وطالما رفضت الفرد الأصلي بأقبل البديل مثال يدعي أحد المنتجين أن نسبة مادة معينة في المنتج مطابقة لمواصفات الجودة هو بيقول أنها مطابقة لمواصفات الجودة وصفة الجودة دي طلبة أن النسبة تكون 70% يبقى هو بيدعي أن النسبة 70% يبقى إذن لام هنا بـ 70% يبقى الفرض الأصلي أن لام تساوي 70% ولاختبار هذا الادعاء تم اختيار عينة عشوائية من الإنتاج حجمها 101 يبقى نون بتساوي 100 فوجد أن النسبة الموجودة بها هي 60% يبقى دي النسبة الموجودة فين في العينة يبقى إذن لام هات بـ 60% اختبر مدى صحة ادعاء المنتج وهل تختلف النسبة الفعلية عن النسبة 70% أم لا وذلك بمستوى معنوية 5% يبقى كده دي مسألة اختبارات فروض واضحة وعندي النسبة في المجتمع اللي هي الادعاء بتاعه 70% والنسبة في العينة اللي هي لام هات 60% وعندي حجم الايه العينة يبقى همشي بالخطوات بتاعتي أول خطوة حدد الفرض الأصلي النلام تساوي 70% يعني 7 7 من 10 أحدد الفرض البديل هاخد قاني صيغة بقى هو سألني هل تختلف ولا لا هل ما قال ليش لأقل ولا قال لي ايه أكبر يبقى إذن الفرض البديل بالنسبة لي هنا النلام لا تساوي 7 من 10 بعد كده مستوى المعنوية هو محدد هولي أن ألفة بخمسة من مية وطالما الاختبار زوجانبين يعني ايه زوجانبين يعني الفرض البديل واخد علامة لا تساوي ومستوى المعنوية خمسة من مية يبقى إذن يه الجدولية بتساوي 1.96 من مية أوجد بعد كده يهل محسوبة هعوض في القانون لام هات بـ 6 من 10 نقص لام اللي هي 7 من 10 على الجزر التربيعي للام في 1 نقص لام على نون يعني الجزر التربيعي 7 من 10 في 1 نقص 7 من 10 على مية ده يساوي سالب 2.18 من مية هاخد الـ 2.18 من مية دي بالسالب كقيمة مطلقة يبقى تجاهل الإشارة وقارنها بيه الجدولية طبعا 2.18 من مية أكبر من 1.96 من مية وطالما إيه الجدولية أكبر من طالما إيه المحسوبة أكبر من إيه الجدولية يبقى في الحالة دي هرفض الفرد الأصلي هرفض الفرد الأصلي وأقبل البديل يعني النسبة بتاعة المنتج ده غير مطابقة لمواصفات الجودة وده اختلف عن 70% يعني لام لا تساوي 70% يبقى أنا وفقت على الفرد الإيه البديل مثال كمان تدعي شركة أدوية أن فعالية دواء جديد تصل إلى 80% فأخذت عينة عشوائية من 200 مريض وأعطوا الدواء الجديد خلال فترة محددة فتماسل 150 منهم للشفاء هل تقبل إدعاء الشركة عن مدى فعالية الدواء الجديد بمستوى مع نواية 5%؟ برضو أبص على المسألة ألاقيها في شركة بتدعي حاجة وبيسألني هل تقبل إدعاء ولا لا يبقى ده اختبارات فروض وبيتكلم عن نسبة يبقى ده اختبار فرد نسبة يبقى أكتب أول حاجة بحديد الفرد الأصلي إن لام اللي هي النسبة بتساوي الإدعاء ده اللي هي 80% بقول الفرد الأصلي H. إن لام تساوي 8 من 10 طيب الفرد البديل بقى هتديله أني صيغة إحنا طبعا اتفقنا إن الفرد البديل ده هو الفرد اللي أنا هقبله في حالة عدم قبول الفرد الأصلي طيب أنا فردا الدواء ده لو أنا مش هقبل إنه هو بيشفي 80% يبقى معنا كده إنه هو بيشفي إيه؟ أقل من 80% مش بقولها أرفضه وهو بيشفي أكتر من 80% يبقى في الحالة دي أنا مجبرة إن أنا أصيغ الفرد البديل إن لام أقل من 80% لأن أنا هقبل الدعاء المنتج ده أو الدعاء الشركة دي هقبلها لو الدواء فعاليته 80% أو أكتر إنما هرفضه لو فعاليته أقل من 80% يبقى في الحالة دي يبقى في الحالة دي الفرد البديل بالنسبة لي هيبقى لام أقل من 80% يعني أقل من 8 من 10 كده بقى الاختبار ذو جاد بواحد بس ومستوى المعنوية تحددي بـ 5 من 100 يبقى إذن إيه الجدولية بـ 1.64 من 100 كقيمة جدولية كقيمة مطلقة عشان أعود في القانون محتاجة أن أنا أجيب إيه؟ لمهات اللي هي النسبة في العينة اتفقنا النسبة عبارة عن إيه؟ عدد من يتصفون بالصفة محل الإهتمام على حجم العينة يبقى عدد الأفراد اللي تم شفاقهم على حجم العينة يبقى 150 على 200 هيسوي 75 من 100 أوجد قيمة إيه المحسوبة يبقى عوض في القانون لام هات ناقس لام على الجزر التربيعي للام في 1 ناقس لام على نون ده هيسوي 75 من 100 ناقس 80 من 100 على الجزر التربيعي لـ 88 من 100 في المكمل بتاحها 1 ناقس 8 من 100 على 200 ده هيسوي سالب 1 و77 من 100 دي أخدتها قاقيمة مطلقة تبقى 1 و77 من 100 أقارنها بالكيمة الجدولية ليه؟ اللي هي 1 و64 من 100 كاقيمة مطلقة هلاقي إن 1 و77 من 100 أكبر يبقى في الحالة دي أرفض الفرض الأصلي وأقبل البديل معناها إيه؟ إن فعالية الدواء ده مش 80% لا دي أقل من 80% ففي الحالة دي أنا رفضت الإيه الفرض الأصلي وقبلت البديل إن إيه؟ إنها أقل من 80% أتمنى إن الموضوع يكون واضح بالنسبة لكم وألف شكر